هل تبحث عن السعادة في الدنيا؟ هل تسعى لدخول الجنة والنجاة من النار؟ عليك إذن بتقوى الله والتقوى هي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عباب الله والتقوى من أوجب الواجبات وهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وهي الزاد الذي أمرنا الله تعالى بالتزود منه ليوم المعاد قال تعالى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التقوى وَاتَّقُونِيَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَبِالتَّقْوَى يَنَالُ الْعَبْدُ مَعِيَّةَ اللَّهِ وَحِفْظَهُ وَمَحَبَّتَهِ قال تعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وبالتقوى تستنزل البركات قال تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وبها تحل المشكلات قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أي يسهل له أمره ويُيسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا وبالتقوى يجعل الله للعبد من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يجعل الله له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة ويسوق له الرزق من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به وتقوى الآباء تنفع الذرية وتؤثر في صلاحهم فعن ابن عباس في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا قال حفظا بصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاح وبالتقوى يستنير القلب فيفرق بين الحق والباطل قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا فمن اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وبالتقوى ينجو العبد من عذاب الدنيا والآخرة قال تعالى وَيُنَجْيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ